بسم الله الرحمن الرحيم و اهلا بكم ومشاهدين الكرام في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجنا صفرة الشيف على الهوى مباشرة بستوديو عشرة مسبير قاهرة سعيدني النهاردة يكون معاكم انا ومساعد محمد صبحي بعد حلقة مبارح قد نهى يوم اجازة كتحلقة مسجلة فالنهاردة جاين لكم طازة النهاردة هنعمل لكم زي موعدنا طول الشهر الكريم الاكل السهل البسيط وامتدادا لهذه الحلقة من الوعد النهاردة هنعمل ونهديها للعرائس المتجوزين جداد والناس اللي لسه ببتدوا الكشك المصري كشك الرز ونعملهم عن فراخ المحمرة بس هنقدمه بطريقة جميلة وسهلة وعايز كل الناس الزغيرة الحلوة بما فيهم بنتي كده تاخد بالها من الطريقة دي وبعد كده هنقدم صلطة البلدي صلطة الجرجير والصلطة البلدي او هنبتدي بالصلطة الاول صلطة الجرجير ونقدمها لكم بطريقة جميلة وشيك حلقة سهلة بس فيها شوية حاجات جميلة يارب تلاحظوها النهاردة وحتقولوا الحاجات دي احنا انسيناها ازاي مع بعض كده الصلطة البلدي من ديعش وقت اول حاجة بناخد في الصلطة البلدي الخيار الجميل المأدير نازلة قدامنا هي خيار البلدي او خيار الصوب الفلفل طبعا فلفل بلدي او فلفل صوب معايا تماطم والتماطم تكون جمدة ورايب ريب يعني مستوية وجمدة جدا بصوا جمدة ومستوية اهم حاجة في الصلطة معايا الفجل الفجل الاحمر معايا كمان خص بلدي وخص الوان خص بلدي جميل جدا اهو لقيت خص وطبعا البصل ما حدش يقول دلوقع البصل والبقدونس دعالوا مع بعض كده نشتغل ونقطع وبعد كده نتكلم ازاي هنجمل الصلطة البلدي دي الصلطة البلدي طبعا بتتقطع مربعات او بنسميها كده كريه زي ما احنا شايفين كده بنشير الحرف وانا بحب اخلي بعض من القشرة وابقى اخد الصلطة بتاعتي كده زي ما احنا شايفين مع بعض كده بناخد اول واحدة بنجيب البولت بتاعتنا بنحط فيها الخيار مع بعض كده ادي الصلطة البلدي واحنا شغالين يبقى اخدنا الخيار ادي تلات خيارات حلوين تاني التكنيك بنقطع الواحدة على اتنين وبنقسم الاتنين لوحدة كده مع بعض وبعد كده بناخد كل نص لربعين نحطهم كم ببعض وبنقطع وبعيد السكينة عندنا لمكعبات الصلطة البلدي دي تقطيع الامسة لها ادي اول خيار ناخد واحدة كمان كده ونقطعها نصين والنصين ربعين وبعد كده طبعا دي بتاع بلاستيك بتاع الخباز بيبقى جايبينها بتاعت الخباز دي علشان سهلة جدا ان احنا نشيل بيها البلاستيك معروفة ان هي كويسة للمطبخ بعد كده بنجيب الطماطم نفس الحكاية بنقطع القشرة وبناخدها الطماطم بقى على تلاتة اربعة المهم بتوقع بنفس تقطيعة الخيار كله بنفس السوا كله بنفس السوا بنشيل كده مع بعض وزي ما احنا شايفين الصلطة البلدي مش زي اللبناني بتتعمل بشحمها ولحمها وبزرها علشان عايزين كل الفوائد اللي فيها مع بعض كده وبناخدها نصين يبقى قطعنا الطماطم قطعنا الخيار طيب ايه الجديد بقى هنا الجديد بقى طبعا ان احنا بعد ما هنخلص دي هنقولكو على طريقة التحبيشة بتاعتها تحبيشة بتاعتها الجميلة ممكن التحبيشة تبقى سهلة وممكن يكون فيها شوية شو هناخد الفلفل مع بعض كده بردك اتنين من الفلفل تلاتة وزي ما احنا شايفين الصلطة سهلة وممتعة الصلطة البلدي والشربة لسان العصفور يمكن من اكبر الاطباق اللي بتتعمل في شهر رمضان الكريم وطبعا احنا عايزين نقولكو ان بقى ازاي احنا نعملها النهاردة ونقدمها جبتوا شوية من العيش البلدي او العيش الشامي حمصتو وهقدموا معاها مع الصلطة البلدي دية وهقدمها بطريقة كده يا رب تعجبكم وطبعا شفي ميكس عاملة بودرة او خلطة الخل والبقدونس وطبعا دي بتتحط على الصلطة بتعمينا ان احنا نقض نعصر فيلمون لان تدبيلة فيها كل حاجة بصراحة يعني خلوا المطبخ سهل معنا وبناخد كده بقية الفلفل زي ما احنا شايفين كده في ثواني قطعنا كل الخضرة بتاعتنا تقطيع كلها بنفس الحجم نيجي بعد كده للبصل نفس حكاية البصل بنقطعه لاتنين وكل نص طاية بناخده كده مع بعض وبعد كده بناخدها لشرايح مع بعض طيب احنا كده بنقيه زي ما بيقوله داخلينا على هناخد البصل يبقى الصلطة البلد يكون لها بعد ما اتغسلت بالخل ومية كويس ثلاثة اربع مرات الخضرة في الصيف بنازم نكون حذرين جدا بناخد بقى البقدونس شايفين البقدونس عامل ازاي حلو وجميل ناخد شوية من البقدونس ده كده مع بعض الصلطة دي بتحتاج بقدونس في ناس بيدوها كسبرة بس الكسبرة لاطفال ساعات ما بيحبوهاش البقدونس اساسي فيها وطبعا احب ان انا البقدونس يكون ظاهر يعني يكون قطع كبيرة شوية ايدي الصلطة البلدي داخل ايه اخر حاجة الفجل الاحمر بيديها ايه شخصية شخصية يعني ايه بيديها كده سنة حريفة احنا مش نحط شطة النهارده ممكن تاخد قرن الفلفل حامي مع بعض كده لكن احنا هنغلل الفلفل الحامي ده اختياري اللي عايز يحط يحط كله نفس التقطيع شايفين الفجل اللي احمر طبق صلطة اساسي كل الفيتامينات اللي ربنا خلقها في الدنيا هنلاقيها فيها بعد كده ممكن والالوان طبعا زي ما قلنا بيديها شوية الوان كده تحبيشة عشان اللون هيبقى حلو والعين بتاكل شوية فلفل احمر حتة صغيرة طبعا ممكن ما تحنطهاش فلفل اواني بقى فلفل بالا دي بس واخر حاجة مع بعض كده هاخد الخص البالا دي بعد ما غصوته كويس جدا اهو بسيب القلب بتاعه وباخد الخصايا وبقطعها شرايح بحط الخصايا شايفين كله رايح على فين نيجي بقى معايا واحدة واثنين من الفريزي طبعا الخاص الافرانجي ده انا كان عندي في التلاجة فما حبيتش يرمين نهاردة بنعمل حلقة كده بنستخدم كل في التلاجة عندنا حطينا الشوية دولة بصوا بقى بقى عندي تدبيلة حلوة ازاي بصوا بصوا المنظر الجمال الصلاة البلدي فيها ايه فيها جرجير لا الجرجير اهو اوعى وشك الجرجير هناخد شوية من الجرجير ده طازة وناخد الجرجير اهو مع بعض ده الجرجيم ده هنسميه هنا الزعيم يعني ايه الزعيم اتغسل كويس بالخل واللمون واتنفض اكتر من سبع تمن مرات علشان الطراب وقوعوا من الطراب والحصى حاجات الجرجير من الحاجات هو والفجل اللي بتزرع في مياه كسيفة زي ما احنا شايفين كده كل الصلاة تتحط طيب تعالوا بقى نروح عمداة بنعصر لمون بنحط عليه خل وبنحط عليه زيت وبنعصر لمون وذيت وخل وبنحط عليه ملح وفلفل وشطة ونعمل الدريسينج دريسينج ده لأ تعالوا بقى نشوف هنا نعمل ايه شركة شيفي بنجيب معلقتين تلاتة من المية وعملين هنا تدبيلة الخل والتوم تدبيلة الخل تدبيلة هنا من الخل والبقدونس وفيها لمون وفيها كل حاجة بنحط معلقتين وبنقلب كده مع بعض وفيها لمون فيها كل حاجة بص اداتني دريسينج للسلطة ممكن اعبيه في ازازة واشتغل منه الريحة بتاعت الخل والبصل وكل التواب والبهارات اللي فيها جميلة جدا يبقى معايا دي ومعايا دي خلاص دي بقى مش محتاجة اي حاجة لكن دي ممكن نحط لها ملح وفلفل انا النهاردة عايز اقدم لكو الدريسينج الجميل ده عليها وسهل وممتع بناخده كده مع بعض وبنقلب الصلطة بتاعتنا كويس قوي بكل الالوان حلوة اهو طعمه بص الريحة حكاية ولا محتاج بقى فلفلسويد بص فيها كل حاجة المنظر الجميل ده اقتي بنقدمها ازاي بقى مع بعض بنجيب البولة بتاعت التقديم كده بنجيب بولت التقديم بنجيب شوية من الجرجير نرسه كده رغم ان هي فيها كل انواع الخضرة نرس الجرجير كده على الحرف ومع بعض وشوف ناخد اهو الصلطة الجميلة كده اهو نحطها وممكن نجيب قلب الخصايا اللي احنا سيبناه نحطه في الدرسنج نحطه هنا فوق كده ونبقى عمالنا زي شجرة الكريسماس ننديها بقى شوية من اللمون شرحتين من اللمون حلوين كده و ادي اللمون طبق جريب طيب او ممكن نيجي تاني ونعمل ايه ناخد معانا مع بعض كده البولة دي زي ما كل الناس بتعمل في بلدنا الجميلة بنجيبوا الفخارة بحطوا فيها واحدة من العيش المحلب او العيش الشامي انا جبته وحطيته في الفرن اسمتوا نصين زي ما احنا شايفين كده وحطيته في الفرن عملته زي ايه زي بولة صغيرة زي بولة صغيرة ممكن بحطه هنا كده وبجيب وبغرفه فكرة جميلة لكل واحد بجيب العيش الصغير الشامي وبحط فيها الصلطة بتاعتي اهي ودي فكرة تانية بنقدمها فكرة جميلة وشي يبقى البلد دي ده اللعناها وممكن تاني نحط الخاص بتاع العيش المحمص حواليها كده وهو ده النهاردة اللي احنا بنقول عليه العين بتاكل يا جماعة العين بتاكل صلطة بلدي ممكن تبقى بمليون جنيه وممكن نحطها على الصفرة والناس كلها تحترمنا ومحتاجين نشجع اكل بلدنا وناخد الاكل المصري نعرفه في كل حتة في العالم ايه دي كمان هم كده ايه دي بقنا النهاردة زي ما انتم شايفين الصلطة البلدي تقدمت في العيش المحلب او العيش الشامي انا فتحته وحمصته كده نصين وحمصت شوية هم ونقدم الصلطة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده بطريقتين سواء كامبولة كبيرة او عزيزي المشاهد ادي الطبقين قصادكو الاستاذة ما هتجيبهم لكو وبعد ما اتجيبهم كويس معدنا مع كشك الرز البلدي او كشك الفراخ المقادير للطبق الجميل ده بنجيب كبايتين من الرز البلدي وبنطبعا بنخسله كويس جدا وبننظفه كويس جدا وبعد كده بنطبخه في مرقة الفراخ المقادير نازلة هيه كبايتين من الرز البلدي اربع كبايات من اللبن او ممكن نبقى كبايتين لبن وكباية كريمة او تلات كباية لبن وكباية كريمة معلتين زبدة او سامنة بلدي تلات معالق دقيق تلات معالق دقيق ملح فلفل مستيكة بصلة كبيرة اربع معالق زيت لقالي البصل وطبعا الفرخ هنسلقها بالملح وفلفل والاعشاب سهل جدا الكلام معانا هو سهل قبل الهوى قبل الهوى بحوالي خمسة واربعين ديها استاذة عملنا ايه جبنا فرخة كبيرة كيلو تلتمية اهي وسلقناها مع البهار والمستيكة والحبهان اهي بصوا الفرخة اهي مستوية ومية مية اهي قدامنا ليه بقى عملنا كده طبعا انا سلقتها ما سلقتهاش للاخر علشان ححمرها فمش عايز فالشربة تمالي بتاعتها لو انا مسلقتهاش لمدة طويلة بتبقى الشربة لسه محتاجة دسم شوية فمحتاجة دسم يعني ايه فانا محتاجة انها سنة فانا حديها شوية من الفلفل اللسود كده ادي للشربة شخصية وكمان حديها اه وكمان حديها مع بعض اه شوية من شربة الفراخ اللي معايا وشوية هجيب شوية من مرقة الدجاج حديها معلقة من مرقة الدجاج على اساس ان انا ايه محتاج اه اطعم شوية الشربة واخلي ليها شخصية يبقى خدنا معلقة حلوة من شيفي ميكس شربة الدجاج على الشرب وخلاص وبعد كده حطناها مع بعض وخلينا الشرب بقى لها شخصية نيجي بقى قادي الرز كوبيتين الرز المخسولين هم نقعينهم كويس جدا وضبخناهم في 3-4 كوبايات من شربة الفراخ لغاية لما الرز فشر واستوى وبقى خالص عامل زي الصوفتة بقى طري جدا هناخد الرز نحطه هنا في الطاصة في الحلة خلاص قادي الرز مع بعض وحنقلب كده حنقلب كده الرز اللي مطبوخ في شربة الفراخ ونديله كبشتين حلوين من الشربة مع بعض كده قادي كبشتين من الشربة ونخليه يستوي اكتر زي ما انتو شايفين كده قادي الرز مع الشربة طيب في ايه تاني معانا هنا معانا لو احنا شغالين الفرخة الفرخة هنعمل لها ايه ومعانا البصل بتاع الفرخة بتاع الكشك ومعانا كبايتين لبن وكبايتين من الكريمة والزبدة والدقيق هاخد الدقيق اهو هنزل بيه في الخلاط اربع معالق من الدقيق وحنزل عليهم وحنزل عليهم باللبن قادي الدقيق باللبن ونص الكريمة ودلوقت بقا بنعمل كده ليه علشان الكشك انا مش عايز الدقيق يعمل معايا ايه مش عايز الدقيق يخرز مني تمام كده مع بعض كده الدقيق واللبن حطناه مع بعض خلي بالكو ان الرز اتفشر واستوى وفيه نشا فنحطينا معالقتين من الدقيق ودلوقت معالقة كمان بقوا ثلاث معالق مرح وفلفل وكل حاجة وحنضيف دوت على الفراغ الرز المستوي الجميل مع ايه مع شربة الفراغ طيب تعالوا بقا نروح للخطوة المهمة واللي هي احسن من احسن الخطوات بنجيب الطاصة بتاعتنا بنحط فيها الزبدة اهو معالقتين الزبدة وبنحط معاهم معالقة صغيرة من الزيت عشان الزبدة ما تحرقش مع بعض كده وهناخد البصلة دي اللي احنا ساعملينها كويس جدا وهنحط عليها سنة من الدقيق صغيرة قوي علشان يتحمر يبقى لونه دهبي ادي اهو معالقة دي ودي البصلة وهحمر البصلة دي لغاية ما خليها دهبي بحمرها دهبي يبقى احنا من مع بعض ادي مع بعض كده ادي مع بعض اهو طيب الفرخة بقا هنعمل فيها ايه مع بعض الفرخة هنكسرها زي ما بيقولوا او نزبطها نصينه ننزل كده مستوية اهي عشان بس حد بيقول الفرخة مستوية ما فيش فيها اي حاجة تمام كده هننزل بسنة من الزيت الصغيرة تاني الفرخة مستوية اوستاذا و ايه دي الفرخة مستوية بنعرف نها مستوية ازاي بنحط في النص اهو لو نزلي الدم معي الكاميرا ما نزلتش دم الفرخة مستوية للنهاية اهي هحط عليها معلقة الزبدة واحمرها هشيل العضماية دي التصغيرة اللي هنا واحمر الفرخة بتاعتي كويس قوي نشيل العض وكده بنحمر الفرخة البصلة معايا البصلة بتتحمر بتاعت الكشك مع بعض نروح بقى نشوف الكشك هنا ابتدى يتقل اهو بصوا ابتدى يتقل وبقى جميل طب الشربة معايا بتغلي ليه بتغلي الشربة علشان لو احتاجت ازود الكشك لو تقل مني ازوده شوية بصوا البصلة بقى لونها عامل ازاي الفراخ هنا بقى حديها شوية من البهار عندي بهار بهار الفراخ كميل قوي فيه اه ريحة القرنفل وادي شوية من الزعتر وشوية من الفلفل اللي سود الجميل اللي طبعا لو احنا حطينا فلفل سود زي ده كده اللي هو المجروش الالوان على الفراخ اجمل حاجة بقى ان احنا هنا الكشك هنزبط الملح والفلفل بتاعه ادي الملح نجيله شوية ملح شوية فلفل صغيرين طبعا ناس كلها كشك فلفل ابيض انا حتديله ربع معلقة فلفل كاين اديته معلقة كبيرة فلفل ابيض لان الفلفل انا مش كييف فلفل ابيض ملوش شخصية يعني ماشي بصوا الكشك بقى منظره حلو ازاي مش محتاج تاني شربة ابتدى يربط معايا اهو مش محتاج شربة هشيل الشربة بقى من هنا نبص بقى على الفراخ واحنا مع بعض كده نبتدي بقى نشيل ده من هنا وزي ما احنا شايفين كله كده زي الفل ماشي حل مضفنا البنك بتاعنا مستعدين ان احنا نغرف الاكلة الجميلة دي ونقريكو ازاي احلى كشك خلي بالكو ان التركة كلها اتعلمتها من حماتي والمدام بقى برسل لها كل تحية من هنا ودي حقيقة اتعلمتها من حماتي والمدام ان الزبدة ديت مع سنة الزيت هي دي سر نجاح الكشك البصلة اللي انتوا شايفينها المحمرة ديت بنجيب هنا بقى بصوا الكشك بقى حلو ازاي الرز فشر مش محبب لانه استوى كويس جدا الرز البلدي سنة الكريمة اللي احنا حطناها فيها هنجيب بقى سرفيس التقديم ضبطين كل حاجة بصوا بقى هي التركة هنا البصل لما تحمر قوي كده بنجيب ما صفاية صغيرة وهي دي سر نجاح الكشك او بناخد مية البصل الزبدة بناخد الزبدة شايفينه شايفين الزبدة ديت اللي حمرنا فيها البصل هي دي اللي بتخلي كشك اا كل اللي يدوقوا يقولك تسلم ايديكي تسلم ايديكي المصفاية وعد نبص بقى على نبص على ايه على الفراخ الفراخ بصه بقت عاملة ازاي بصه الفراخ بقت عاملة ازاي عليها رحت الرنف اللي انا حطيته عمل شغل كويس جدا في الفراخ الكشك كده بقى تمام الله اكبر زبط ملش وفلفل زبدة بالبصلة عاملة شغل جميل نطفي بقى البوتاجاز كله طيب هنيجي بقى هنغرف الكشك ده مع بعض وهنا الدلع كله بقى ممكن نجيب شوية من صلصة التسبيكة بتاعت الطماطم ديت تسبكة الطماطم هنحط معلقتين من تسبكة الطماطم مع معلقتين مية ونخليهم ياتسويوا كده مع بعض ادي البصلة ديت بعد احنا اخدنا زيتها ممكن ناخد منها حتة صغيرة في الكشك اهو مع بعض ونقلب كده الكشك كله تمازك مع بعض بقى جميل بقى زي الفل اغرف بقى الكشك حطه في البولة شايفين الكشك عامل ازاي رحت البصل ورحت المرأة ادي الكشكة اهو عندي طرقتين لتجميل الكشك ده قبل الهوى جبت بصلية صغيرة يا استاذة وقطعتها بالسكينة هنا بصوا معايا ايدي خدت البصلية من ناحية البزرة من تحت اهي وشرحتها بالسكينة كده وحطتها كمية بتلك البصلة بقى اتعملة ازاي زهرة اللوتس متفضلك جيتوا عليها يعني كده حد يدقلي قريب بصوا باتعملة ازاي زهرة اللوتس حطتها في دقيق ونزلتها في الزيت على وشها طلعت عاملة ازاي طلعت عاملة كده اهو اهي بصوا بعد ما حمرتها في دقيق بقى اتعملة ازاي اهي قدامي اهي في الطبق حمرتها حطيتها في دقيق وحمرتها في شوية زيت بقى بصل محمر كده وهاخد شوية من البصل المحمر الجميل ده احطه حواليها كده ويبقى طواجن كشك سيرفيس كش كويس او هناخد التسبيكة ديت اللي قدامنا اللي احنا عملناها دلوقتي تسبيك شفي ميكس التسبيكة وهنحطها في بزازة صغيرة كده وناخد التسبيكة ديت ونيجي تسبيكة حلوة بالخل والتوم ونحط شوية من التسبيكة هنا كده شوية كده شوية كده شوية كده مع بعض شوية من التسبيكة هون ونيجي ناخدها كده هون ونعمل بيها تسبيكة جميلة بالتوم والخل وناخد ال الوردة الكبيرة اللي عملناها اللي زي دي تحطناها هنا وناخد الفراخ بتاعنا بقى الكشكة اهو نحط واحدة من الفراخ اهي واحدة من الفراخ اهي وناخد هنا ادي ويرك وادي ويرك وبعد كده هجيب شمسية صغيرة والفلاخ دي هتروح البلاج النهاردة هتروح البلاج تتسمى ايه تاخد تلعب في الشمس وتروح الصيف وهادي شمسية تانية الورك دوت مش محتاج ياخد ضربة شمس يبقى معانا الكشكة اهو الوسنا وطلعت بقى الصلطة بتاعتنا مع بعض وما تنسوش اهم حاجة في الكشك اتبتلت البصل اللي احنا عملناها مع بعض اهي ادي البصل المحمر الجميل ودي منظر الكشك دلعنا الاكل المصري دلعناها تدليع حلوة النهاردة اتمنى ان انتو تعرفوا ان اكلنا هنا في القناة جايين لكم بفكر وجايين لكم تفضلي يا استاذة زومي عليهم خدي وقتك اديهم حقهم ادي اتبقنا النهاردة الاستاذة جايبها لكم كلها اهي حنعيد بقى احنا عملنا ايه مع بعض كده اول حاجة عملناها النهاردة مع بعض عملنا الكشك زي ما انتو شايفينه طالعوا جميل بالشمسية بتاعته عملنا الكشك المصري جبنا كبايتين لو حد لسه بيتفرج علينا جبنا كبايتين من الكشك الجميل ده معايا وكبايتين من الرز اتغسلوا كويس جدا بلدي فشروا بقوا حلوين قسلناهم بعد كده طبخناهم ب3 4 كبايات من شربة الفراخ لغاية لما الرز اتهارى واستوى بعد كده ضربت كوبايت اللبن مع دقيق في الخلاط معها نص كوبايت كريمة زلت عالكشك وعادت اقلب معايا زبط الملح والفلفل والمستيكة بعد كده حمرت البصلاية خدت مرة سمت البصلاية دي تحطيتها على الكشك مع شوية من البصل المتحمر ادى للكشك شخصية عظيمة وتاني مرة انا باشكر كل اللي علمني الاكلة دي بعد كده رحنا للصلاة البلدي الجميلة دي قدمناها مع العيش المحمص وقدمناها في العيش السوري الصغير او العيش الشامي الصغير وعملنا لها الميكس بتاع شيفي ميكس شركة شيفي ميكس بتقدم لكم كل ما هو ادى اللبق بتاعتنا طالعوا قدامكم على الكادر ايه يا رب يكونوا استمتعتوا بيها النهاردة طيب تمام كده ادى ابقنا الجميلة ايه كلها مع بعض طالعوا قدامكم ويا رب تكونوا اكتشافتوا ان الاكل المصري ممكن يكون زي الاكل العالمي ويتقدم بطريقة جميلة جدا دلوقتي احنا دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده انا بحب ان انا اقول لكم ان بكرة عاملين لكم نفس الخط ده من الاكل المصري الجميل طيب ومع بعض كده احنا بكرة عاملين لكم بكرة عاملين مع بعض بكرة الخميس عاملين الكنافة العصمالي بالمانجة وعملين رموش الست ويوم الجمعة حلقة الكحك مع الشيف محمد حامد اللي هو اول مرة بيطلع على التلفزيون معايا نعمل حلقة كحك جميلة باذن الله وبطريقة جميلة انا عارف ان هو الشيف عالمي سافر كل انحاء العالم واوروبا وطول العربية فهيعمل لكم كحك جميل باذن الله هيكون اضافة لحتى الحاجة اللي انا عرفها طبعا ما ادرش اقول اكتر من كده وبحب اشكر كل السادة اللي معايا وبحب اشكر الشفات اللي بعتوا لي كومنتات كتيرة وعلى فكرة الاجابة بتاعت السؤال اللي انا ديتوا ما حدش جاوبوا صح في ناس قالوا ان هم خلطتين للرز وفي ناس قالوا ان هم اربعة ولهم الاثنين ولا اربعة فلسه الاجابات الصحة ما جاتش فمفضلك على شيف اشرف معتز على الفيسبوك اتصل بيا وقل لي كام خلطت رز علشان تكسب